اشتركوا في القناة ما يكونش فيه اختلاف بيننا اكتر كنت عايزة اعرف رأي الدين في التعامل مع التطور التكنولوجي والتعامل مع الميديا هل التعامل يفيد الدين ولا يضره سواء كان شباب او رجال او جميع العمار هل التعامل مع الدين ولا ده الدين بيحذر منه ده عايزة اعرف موقف الدين منه وربنا بيقول في القرآن ولله على الناس حج البيت ما نستطاع اليه سبيله في حين ان الحج البيت دون المفروض للمسلمين فقط زي مثلا قال في الزكاة كتب عليكم زي ما قال في الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا وزي ما قال على الصيام يا ايو لازم امانا كتب عليكم الصيام مش مهنة في الحج قال على الناس جميعا في حين انه هو شريعة الحج دي خاصة بالمسلمين فقط اذا وصل المسافر الى مكان الماء وترك مسافة السفر وقراءه ووصل مكانه هل يصلي الوقت الفائت صلاة قصر ام صلاة تامة كنت عايز اسأل على الزوجة ايه قبل ما بتطعش زوجها فيه ناس مننا كتير مش عافزين الكرآن كامل فهل يجوز ان انا وانا بصلي هفتح المصحف قدام مني واقرأ منه وهل ده بيؤثر على الصلاة وبيخليها بطلة من علي وبعد طول انتظار انتو عارفين احنا يعني كلنا انشغلنا جدا وبشدة فيه تغطية مؤتمر شرم الشيخ قب 27 فكان بقالنا اسابيع الحقيقة محرومين من طلة ولقاء مولانا فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجماعة الازهر وفقهنا المفضل وحشنا مولانا بارك الله فيكم ونحمد الله على نجاح مؤتمر المناخ في شرم الشيخ المصرية العريقة الحمد لله يا رب نجح وبإذن الله من نجاح إلى نجاح مولانا يمكن احنا شفنا هذا التقرير والاسئلة الموجهة لفضلتك ويمكن اول سؤال كان على شروط الصلاة الصحيح واخونا الفاضل كان بيقول يعني مثلا حركة الايد شكل الوقفة الشيء من هذا القبيل انا كده سألت سؤاله وانا هسأل لنا كمان هو احنا مشغولين اوي بقى انا ايدي هتبقى كده ولا كده ولا كده ولا كده ولا انشغل بما هو اهم واكبر اثناء صلاتي بسم الله الرحمن الرحيم تعلمنا ان العقول الكبيرة تشغل بالامور الكبيرة وان العقول الصغيرة تشغل بالامور الصغيرة حينما ذكر الله تعالى صفات المفلحين قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون القشوع هنا انك تخشع بقلبك مش بنجرد الهيئة الهيئة الظاهرية السطحية ونفرض القلب لاهي يعني نفرض واحد تمسك بحرفية ما يقلده من مذهب فقه معين وغرق في هذه الفرعيات والقلب لاهي والعقل شارد ليس للمسل من صلاته الا ما عقل منه يا سيد ده امر خلافي بسيط الامام مالك عنده اسمال اليدين وعدم قبضهما لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين باقي المزاهب عندهم وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى لكن ده هيئة من الهيئات حتى لو الانسان تركها الصلاة صحيحة فنحن نركز على خشوع القلب حضور القلب استكانة واستقرار الجوارح والحواس سلامة الاتيان بالاركان انا سعدت اشعر مولانا انه في نوعيات من الاسئلة بيبقى البني ادم او المواطن او الاخ اللي بيسألها هو معذور لانه تم التشويش عليه وعلى اجيال بالشكل وبالمظهر بعيدا عن الاصل واصل العقيدة ولا انا غلطان مرة سيدنا الشيخ محمد الغزالي سقى عليه رحمة الله وبعدين دخل عليه احد الشباب وفي حالة انبهار فقال له يا فضيلة الشيخ انا حفظته القرآن الكريم كاملا طبعا حفظ القرآن شيء جيد فالشيخ قال له يعني اتعرف معنى قد افلح المؤمنون مثلا فالولد تلعسم لم يجب فالشيخ قاقه بسخرية قال لقد استفاد المسلمون شريط تسجيل فما اكثر اشرطة التسجيل في مجتمع المسلمين صح تسمع من واحد يقولك سنة واحاديث ومنهج السلف ومنهج الصوفية ومنهج كذا ولكن احنا نركز على الاخلاقيات فنسأل الله ان يعيدنا الى فهم الاسلام فهما صحيحا ايوة اصلا هنا فكرتني بالزيارة غير مأسوف عليه ابو الحسن النادوي لما جي مصر في خمسينيات القرن العشرين وراح قابل مجموعة من طلبة واسادة الازهر الشريف فكتب في مذكراته عن زيارته للقاهرة وللازهر الشريف ايه تخير بعد كل ده انا مستغرب جدا هم مش مرابين ده انوم ليه حيوة هو لم يلتفت الى الرسوخ العلمي خالص هو نظر الى ثقافة الثياب والشعور وده الفكر السلف المعروف تسطيح الامور فنسأل الله العفو العافية طيب واحنا بقى بنتكلم على مسألة الاصل في الدين هو اخلاقنا في حد من اخوانا هنا بيسأل بيقول موقف الدين ايه من التطور التكنولوجي اولا اذا ذكر الاسلام ذكر العلم واذا ذكر العلم ذكر الاسلام ليس تعصبا لان اول ايه في كتاب الله تعالى تدعو الى العلم وتحض عليه الله لم يقل صلي باسم ربك ولا صم ولا زك ولا حد في اول ما انزل ولكن قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم هنا نقول العلم النافع الاسلام يوجبه العلم الدار الاسلام يحرمه فالتقنيات التكنولوجيا كل هذه الاشياء ضع على هذا الميزان اذا كان فيه ما ينفع قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن هو احق بها ان وجدها اما اذا كان هناك اختراعات معينة اعتضر الانسان زي القنبلة النووية زي الفيروسات الحرب البيولوجية هذا امر محر بس كل ما فيه ضرر للبشرية محر ومجرم لان ربنا قال في قرآنه الكريم ولا تفسده في الارض بعد اصلاحها كل ما فيه نافع للبشرية باخلاقيات البحث العلمي هو الاسلام وايضا لا نغمة حق الشرائع الاخرى وايضا هي المسيحية وهي اليهودية يعني لانه كل الشرائع بتشترك في هذا المشترك اسعاد الانسان في حدود ما ينفع ولا يضر طيب السؤال اللي بعده لماذا توجهت اية الحج للناس جميعا وليس للمسلمين فقط بالخصوصية لمن استطاع اليه سبيل بالضبط لان هذا يدلك على ان الحج الحج فيه مشقة يعني سواء الله يحج على العقيدة الاسلامية والشرائع الاسلامية في مثلا مكة المكرمة وضواحيها او هيحج على الشريعة المسيحية في فلسطين المحتلة فالحج مشقة لان انتقال مفارقة الوطن وبزل الجهد وبزل النفس والنفيس فالانسان في رحلة الحج بلا شك انه بتجشم المصاعب والمتاعب فمن هنا جاء النداء عاما للبشرية جمعاء سواء كان الحج بالنسبة للمسلمين او لغير المسلمين الحج للجميع بلا شك طيب هستأذن هروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل هنكمل كلامنا مع فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر بعد اذنك استنونا واستمرار للقاءنا المتجدد والرائع والثري مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر نستكمل الكلام بعد كل الترحيب مرة تانية بمولانا بارك الله فيكم واحسن الله يا ربي خليك لا مولانا لسه الناس بودوا بتسأل هل وصول المسافر او بعد وصول المسافر يصلي ما فاته من صلاة يصليها قصر ولا يصليها مكتملة بالشكل العيد لا لا قدم وصل الى محل سكنه او اقامته لو فيه فوائد قال عليه الصلاة والسلام من نام او نسي صلاة فليصليها متى ذكرها هيصليها طبعا حال اقامته اتماما فيصلي الظهر اربع ركعات والعصر اربع ركعات والعشاء اربع ركعات اعتبارا بمحل اقامته علو جدا طيب السؤال السؤال اللي بعده السؤال بقى المهم عقوبة عدم طاعة الزوج والسؤال بقى طاعته في ايه بالزبط كده اولا حضرتك هي الطاعة هنا مشتركة يعني طاعة الزوجة لزوجها وعلى فكرة اقولك معلومة قد تبدو غريبة وايضا طاعة الزوج لزوجته جديدة دي لا ما هو نقولك دي عدلة الاسلام يعني مثلا الرسالة والسلام يقول ايه ان تطعمها اذا طعمت وان تكسوها اذا اكتسيت وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة اهلي او في مهنة اهلي فكان يخصفن عليه ويحلو بشاته وكان في مهنة اهلي فلما بنقول طاعة الزوجة لزوجها في حدود الاحكام الشرعية اذا خرجت الامر عن الاحكام والادابة الشرعية لا يعني نفرض انه امرها بمعصية او امرها بمنكر هل تطيعه طبعا لا ايضا هو يطحف ايه اه نفرض انها قالت له انها ستذهب اه لصلة رحمها الاعلام اه الاب والام مثلا او الاخ والاخ هنا هل يتعسف في استخدام الحق ويمنعها لا فاذا وفق هنا يبقى طاح وهنا الطاح مشترك وليس فيه هناك رقم واحد واثنين كما فيه تصور بعض الناس قال عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال فالزوج يطيع زوجته في حدود ما امرت الشريعة الاسلامية والزوجة تطيع زوجها في حدود ما امرت الشريعة الاسلامية فالطاعة مشتركة بين الاثنين من الحقوق التي تترتب على عقد الزواج الصحيح وليس فيه امتهان ولا امتقاص لا نقول ان الزوجة اذا اطاع زوجها ده بالعكس هي في رضى الله ومثوبته وكذلك الزوج اذا اطاع زوجته وفي حدود يعني اهديك مثال يمكن يقرب للمشاهدين الكرام الزوجة كانت عليها صيام من ايام مفروضة عليها ايام الحيض والنفاس وهكذا او كفرها من الكفرات وصامت هنا الزوج بيطيع زوجته يعني انها تصوم لانها بيعينها على الطاعة طبعا معي حضرتك طبعا واذا استأزنته في صوم النفل ووافقها ويبقى هنا ايضا اعانها على الطاعة لا نقول بقى ان بقى عند بعض المفاهيم كيف ان الزوج يطيع زوجته ثم هي الزوجة بيطيع زوجته هنا المعاملة مشترك والمعاملة بالمثل لانها علاقة تكامل حلوة طيب السؤال يمكن الاخير اللي جي معنا من المشاهدين والمواطنين وما الى ذلك هل يجوز فتح المصحف اثناء الصلاة في صلاة النفل للامام اللي لم يكن حافظا النفل انما الفرد لا قال عليه الصلاة والسلام يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله عز وجل ففي صلاة الفرد الامام لابد ان يكون حافظا وقارئا انما حضرتك في صلاة النفل يجوز زي مثلا التهجد زي مثلا القيام او التروح في شهر رمضان فلا بأس انه اذا لم يكن حافظا انما بنفضل ان يكون الامام حافظا ويقف وراءه دي للأسف قيمة يغيب عنها الكثيرين من رواد المساجد مفروض الاربع افراد او الخامسة اللي يخفوا وراء ظهر الامام يكونون من اهل قراءة القرآن ومن اهل الفقه ليه لان لو يعني حصل له تلعسم او عدم وعي خانته الزاكرة اي مكان او خانته فعلا الزاكرة يبقى يفتع عليه من اللي يفتع عليه القراء بدل ما يفتع عليه واحد من بعيد عن الصفوف يبقى فين ورف ظهره لياليني اخرأكم وافكم وافقاكم لو حصل له خلل في الصلاة الذي يعني سيرشده ولا يبطل الصلاة هيكون الفقه انما الاسف ينجد ان بعض الناس يقف وراء دار الامام للاسف لا يكون قارئا ولا يكون فقه وهذا خطأ ننبه السادة رواد المساجد ومن يصلون الجماعات وفقهم الله اخلوا المنطقة التي وراء الامام مباشرة لحفظ كتاب الله ولأهل العلم طيب سؤال بقى هنا من عندي لو افترضنا انه دي كانت صلاة الفريضة منفاردة داخل المنزل وانه المصلي مش من الناس اللي بتحفظ ولا حتى قسار الصور انا عارف انه فرد شبه مش موجود يعني بس هي فرضية يفتح المصحف ويقرأ منه ولا لا على غير الاولى يعني ايضا في النفس الشيء حتى لا يا اخي لو يقرأ بقسار الصور انا بكلم عن الفريضة انما التسامح انما في صلاة النف سواء كان لامام او لمنفرد نسأل الله ان يعيننا على طاعته وان يوفق الجميع لما فيه مرضات الله عز وجل وان يرينا الحق حقا ويرزخنا التباع وان يرينا الباطل باطلا ويرزخ نشد نباع اللهم امين مولانا كنت وحشنا قد معرك الله فيك اشكرك جدا وانتوحشنا من هنا الحد الاتنين اللي جاء ربنا خليت لنا مولانا كل الشكر اللي مولانا فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريم واستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر خلصة الحلقة وسواني هيكون داخل كريم رمزي وبرنامج رقم عشرة واحنا لو كلنا العمر نقابلكم بكرا ان شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامات